اهلا بكم في فيديو جديد على قناة يا لنا تعليم ازايكوا عاملين ايه في الفيديو ده هنتكلم عن امر مهم جدا اه انا شايف ان احنا او اي شخص ممكن يحتاجه اه الامر ده اسمه ووظفته ان هو يحول لك الجدول بتاعك بدل ما هو مكتوب بالشكل ده ده هو شكل طولي يكتب لك بالعرض بالشكل ده طيب الكلام ده هيتطبع ازاي في طريقتين الطريقة الاولى ان انت مفروض بطبع عارف ان الجدول ده بيحتوى على كام صف تمام من واحد لتمانية يعني تمن صفوف هتيجي هنا بقى تروح معلم على تمن عمدان بالشكل ده تمام وهم دول معناهم ان الجدول اللي انت اخدته قابل ده هينزل في التمن خلايا دول او في التمن عمدان دول بعد كده تروح كاتب يساوي بعد ما علمت على الخلايا دي وتكتب بعد كده ترانسبوز تفتح كوس وتبتدي تعلم على الجدول ده وتضغط بعد كده على كنترول شفت انتر زي ما انتم ملاحظين معايا هو بالفعل حول لي البيانات دي بدل ما هي مكتوبة بالطول كتبها لي بالعرض تبتدي بعد كده بعد تزبط البوردر بتاعك تمام الجزء الخاص بالفورمات وتشوف بانت عايز تتغير اي الكلار عايز تعمل اي فورمات في البيانات بتاعتك تعمل زي ما انت عايز كمان آآ فيه طريقة تانية آآ بتاخد الجدول ده قابل بالشكل ده كنترول سي وبعد كده تروح على المكان اللي انت عايز تنزل فيه الجدول ده بس عايزه ينزل بالعرض تعمل وتروح على من هنا وتضغط على امر من هنا وتقول له اوكي زي ما انتم ملاحظين معايا هو بالفعل حول البيانات بتاعتي او الجدول بتاع بدل ما هو مكتوب بالطول عملهولي بالعرض. الامر بتاع بست سبيشال ده جماعة ده يعني من الحاجات المهمة جدا جدا جدا. كل اللي انت شايفينه داخل امر بست سبيشال دي يعني مجموعة اوامر مفيدة جدا. لو انتم حابين بقى تعرفوا اكتر عن الاوامر دي ففي اآ فيديو انا كنت شرحة بكده هتلاقوا اللينك بتاعه موجود في الديسكريبشن. تقدروا تضغطوا على اللينك ده وتتفرجوا على الشرحة الخاص بامر بست سبيشال. بكده وبانا خلصت الفيديو ده ولو عجبكم بقى متنسوش لايك وشير وسابسكرايب.